موسيقى مشاهدين الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وتقبل الله سيامكم وقيامكم لازلنا نواصل المسيرة عبر برنامجنا الرمضاني وفتحت أبواب الجنان عنوان لقائنا لهذا اليوم بحول الله وقوته سيكون عن أثر المعصية على صيام المؤمن ويسعدنا أن يصحبنا في هذه الحلقة صاحب الفضيل الشيخ المهدي الزياني فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم حياك الله وحيا الله مشاهديك الأكارم شيخنا الكريم موضوعنا موضوع مهم جدا في هذه الأيام المباركة موضوع المعصية وأثرها في صيام الصائم بداية لو أردنا أن نعرف هذه الكلمة المعصية وهل لها مرادفات أخرى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد لا شك ولا ريب أن المعصية لها أثرها البالغ في حياة المسلم خاصة وكذلك في المجتمع الذي يعيش فيه المسلم فيما يتعلق بالمعصية فالمعصية هي مخالفة الأمر الشرعي والمعصية تكون بفعل النواهي أو ترك الأوامر المعصية تكون بفعل النواهي أو ترك الأوامر فمن وقع في المنهيات فقد عصى الله عز وجل ومن ترك المأمور به فقد عصى الله سبحانه وتعالى المنهيات كأجزنا وشرب الخمر وغيره والكذب والزور والبهتان والغش والخداع والمكري كل هذا قد نهى عنه الشارع فمن وقع في ذلك فقد وقع في المعصية أو ترك المأمور به كمن يترك الصلاة والزكاة والصوم وخاصة نحن في هذا الشهر الكريم وشهر الصيام فترى كثيرا من الشباب عفى الله عنهم وأصلحهم الله ترىهم يتهونون في هذه الفريضة فقد أصبحت عند كثير من الشباب إلا من أصلحوا الله عز وجل يتركون الصيام يفطلون في شهر رمضان والعياذ بالله ولا شك أن هذه معصية عظمى وكبيرة من كبائر الذنوب والمعصية لا شك أن لها مرادفات كثيرة من تلك المرادفات المعصية الخطيئة كما قال أخوة يوسف عليه السلام لأبيهم إنا كنا خاطئين وكذلك من مرادفات المعصية الفساد كما قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة ويسعون في الأرض فسادة أي بالمعاصي والأسام والعياذ بالله وكذلك من المرادفات أيضا الإثم إنما حرب ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي بغير حق فالإثم والخطيئة والفساد كل ذلك من مرادفات المعصية وكل هذا قد جاء ذكره في القرآن فأحيانا تذكر بلفظ المعصية عصى كما قال الله عز وجل في حق أبينا آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى فجاء هنا بلفظ المعصية وجاء أيضا كما أسلفنا وذكرنا بلفظ الخطيئة والفساد والإثم فكل ذلك من مرادفات المعصي نعم طيب شيخنا نفع الله بكم هل المعاصي على مرتبة واحدة أم أنها دعنا نقول دركات ومراتب هو لا شك أن المعصية عند أهل السنة والجماعة على مرتبتين كبائر وصغائر كبائر وصغائر فالكبائر ذكر في تعريفها عدة تعريف لكن التعريف الجامع المانع في تعريف الكبيرة هي ما توعد عليه بوعيد أو بعذاب أو بلعن أو بدخول إلى النار فأي أمر توعد الله عز وجل به وعيدا شديدا بلعن أو طرد أو غضب أو حد فكل هذه تعتبر من كبائر الذنوب والأمثلة كثيرة كالزينة مثلا كالشرب الخمر مثلا كشهادة الزور مثلا كعقوق الوالدين مثلا كالكذب مثلا كل هذه من كبائر الذنوب لأنه قد توعد عليها وهناك صغائر الذنوب وتطلق أيضا على اللمم فهناك لا شك منزلتين عند أهل السنة والجماعة وقد تكون الكبائر في المعتقد كالشرك بالله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم وكذلك سب الله عز وجل لا شك أن سب الله عز وجل من أعظم الكبائر وأجلها وأخطرها حتى أن سب الله عز وجل ربما يكون أعلى منزلة من الشرك لماذا؟ لأن المشركون على شركهم وكفرهم وضلالهم ما تجرأوا على سب الله عز وجل لا ما تجرأوا على سب الله عز وجل لكن للأسف شديد أن تجد في مجتمعاتنا المسلمة يا شيخ حتى في أثناء الصيام يعني في نهار رمضان نعم وكذلك هو المصيبة العظمى أنك ترى شابا صائما لكنه إن أغذب أو تعدي عليه أو تجني عليه أول ما يتجرأ في السب هو الله عز وجل لا شك أن صيامهم باطل وغير مقبول لماذا؟ لأن صب الله عز وجل باتفاق العلماء باتفاق الأئمة وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام متيمية وغيره حتى أن فقهاء الملكية قد نقلوا الإجماع في ذلك كابن العربي وغيره أن صب الله عز وجل كفر ولا يعذر صاحبه فيه بالجهل لأن من صب الله عز وجل من صب الله سبحانه وتعالى وتعد على الذات الإلهية دل ذلك دلالة واضحة أن تعظيم الله عز وجل في نفسه قد انتزع ما عظم الله عز وجل لأن الذي يعظم الله عز وجل في نفسه وفي قلبه ويخشى الله عز وجل لا يتجرأ على أن يتعدى على الذات الإلهية الشيخ أحيانا يتمكن من حفظ فمه عن الطعام والشراب وهو أصعب ولكن لا يحفظ لسانه في مثل هذه الأشياء التي تفسد الصوم بل هو كما ذكرتم تفسد إسلام المرأة طيب شيخنا لو ذكرنا أثر المعاصي قبل أن ندخل في أثر المعاصي في صيام الصائم أثر المعاصي على الفرد وعلى المجتمع هو لا شك أن اقتراف المعاصي لها آثار بالغة أو بليغة على الفرد وعلى المجتمع من آثار المعاصي على الفرد أن الذي يقع في المعصية تسلب منه نعمة العبادة والطاعة تسلب منه نعمة العبادة والطاعة ولهذا قال الضحاك ابن مخلت وهو من كبار الأئمة قال ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ثم قال وأي مصيبة أعظم من أن ينسى الإنسان كتاب الله عز وجل بعد أن حفظه فهنا عندما تقع في الذنوب والمعاصي تسلب منك هذه النعمة وهذه الحسنة التي منحك الله عز وجل إياها ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال يا إمام إني أعد طهوري في الليل وأريد أن أقيم الليل وأنام المراد بالطهور شيخ؟ الطهور هو الوضوه هو الماء الذي يريد أن يتوضأ به يعني يعد ويجهز نفسه كي يقيم الليل قال ثم أنام وهو يسأل لماذا أنا أقيم بالاستعداد يعني أجهز الوعاء والماء وأنام وما إلى ذلك وفي نفسي أنني أريد أن أقيم الليل لكنني أستيقظ في الصباح ولا أقيم الليل فلماذا؟ قال قيدك ذنوبك القيد الذي قيت به هي الذنوب والعياذ بالله فلهذا الذنب له أثره وله واقعه من أثار الذنوب على الإنسان أن الله عز وجل ينسيه نفسه وهذا لشك أنه من أعظم المصائب ومن أشد الآثار والمضار على الإنسان في معصيته أن الله عز وجل ينسيه نفسه فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز عندما ذكر الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم قالوا العلم نسوا الله أي بمعنى أنهم ما أطاعوا ووقعوا في المعاصي والذنوب فأنساهم أنفسهم أي يهملهم وتركهم لأنفسهم ولا شك أن الإنسان إن ترك بنفسه ولذاته ضاع وانتهى ومحل فالتوفيق بيد الله عز وجل والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى للطاع لهذا الإنسان في شهر رمضان يحتاج إلى إعانة الله عز وجل وتوفيقه له لأن الله عزل إن لم يوفقك إن لم يوفقك الله سبحانه وتعالى للصيام فلن توفق لهذا على الصائم أن يجتنب المعاصي في نهار رمضان لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الذي يصوم فقال صلى الله عليه وسلم الذي يشهد الزور والعمل به يعني ليس لله حاجة ليس لله حاجة في رجل يعني يقول الزور ويعمل بالزور من صيامه وليس من صيامه إلا الجوع والعطش ولا شك أن قول الزور والعمل به من المعاصي فالذي يشهد بالزور ويعمل بالزور في نهار رمضان فليس لله حاجة في أن يترك طعاما وشرابا وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس من قيامه إلا التعب والإرهاق والجهد لماذا؟ لأنه ما جمع الطاعة وما عمل بالطاعة على ما أراد الله سبحانه وتعالى إنما ترك لنفسه العناد والعياذ بالله وخاصة في شهر رمضان فعلى الصائم أن يحذر من المعصية وخاصة في شهر رمضان وربما والعياذ بالله يدخل رمضان ويخرج رمضان وأنت صائم فعلا عن الأكل والشرب لكن ليس لك أجر ولا ثواب لماذا؟ لأنك تحصل لها عز وجل في أفضل الشهور وفي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى في شهر أنزل فيه القرآن وفي شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر من أثار الصيام أيضا والعياذ بالله أنها توهن البدن من أثار المعاصي والآثام أنها سبب من أسباب نزول البلاء والمصائب والأمراض والأوباء والعياذ بالله لهذا ذكر الإمام البخاري أو خرجه الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهرت الفاحشة في قوم ما ظهرت الفاحشة في قوم فيعلنوا بها فيعلنوا بها إلا يعني إلا يعني ابتلاهم الله عز وجل بالأوجاع والأسقار التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا لهذا يقول الحسن البصري رحيمه الله إن للطاعة ضياء في الوجه إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة ظلمة في الوجه والعياذ بالله استودادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في الجسم وذيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق ولهذا يحرس إنسان على الطاعة لهذا ذكر أبو العالية الرياحي رحمه الله قوله من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض لأن لأن يعني الأرض والسماء تقوم بالطاعات والخيرات شيخ نزاك الله خير نحن نسأل هنا عن أسباب الوقوع في المعاصي لسيما في هذا الشهر الكريم الذي صفدت فيه الشياطين وعلى الرغم من ذلك توجد المعاصي لسيما مع يعني الآن الانتشار الفضائي والمواقع الإنترنت والقنوات الفضائية التي كأنها يعني تتعمد على إفساد صيام الصائمين بهذه البرامج وهذه المسلسلات والأفلام الغير هادثة فتوجيهكم في هذا هو من المؤسف حقيقة أنك ترى في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان الذي امتنى الله عز وجل به على هذه الأمة وهي فرصة لكل إنسان أن يجدد حياته وأن يعيد حساباته لأن إدراكك لشهر رمضان هي نعمة في حد ذاتها فكم من إنسان قد حرم بلغ هذا الشهر فشهر رمضان لا شك أن فيه من الفضاء العديدة والوقت ربما لا يسعون لكن أجيبك على ما طرحته الآن وهو أن القنوات الفضائية تراهم في شهر رمضان يحرسون على برامج يا ليتها تكون برامج توعوية وتسقفية وأخلاقية يستفيد منها المسلم لكن تجد أن كثيراً من القنوات تتسابق على المسلسلات وعلى الأفلام وعلى البرامج الهابطة غير الهادفة ولا شك أن هذا يؤثر على الصائم فالصائم بدلاً من أن يعني يأخذ المصحف ويقرأ كتاب الله عز وجل ويختم في هذا الشهر الكريم ولو لمرة واحدة أو مرتين وربما يكثر من النوافل ويكثر من الرواتب ويكثر من الطاعات من الصدقات ومن أعمال البر في هذا الشهر الكريم فتره إما يقضي نهاره بالنوم وليله بالجلس أمام هذه الشاشات فتجد وقته قد ضاع فيما لا ينفعه وربما فيما يضره لأن قلبك ليس بيدك وأنت لا تملك هذا القلب فالقلب يتقلب القلب يتقلب يمنةً ويسرى كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ولهذا كان يفسلم يقول اللهم يا مثبت القلوب وفي رواية اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فلا شك أن الإنسان يحرص في مثل هذا الشهر على الطاعة وعلى القربة من الله عز وجل ولا شك من كما ذكرت من أسباب اللقوع في المعاصي هي أسباب عديدة منها الإبتلاء بالخير والشر قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة قال ابن عباس أي نبلوكم بالشدة والرخاء والطاعة والمعصي فالله عز وجل يبتليك حتى ينظر أتصبر أو لا أتعصي أو لا فالله عز وجل يبتليك كي يختبر إيمانك فإن كان عندك إيمان وتعظيم وخوف وخشي من الله عز وجل أنبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان عندك ضعف ووهن في إيمانك وفي قلبك وفي صلاحك وفي عبادتك وقعت في المحظور من أسباب الوقوع في المعاصي أيضا الافتتان بالنساء والعشق الذي أصبح الآن منتشرا في أوسط الشبابين بسبب ماذا؟ بسبب هذه القنوات التي بذرت البذرة وزرعت تلك البذرة السيئة في قلوب شبابنا فانتشر الافتتان بالنساء والعشق والغرام والعياذ بالله حتى في شهر رمضان إذا ذهبت إلى الأسواق في شهر رمضان ترى أمرا عجبة وكأن هذا ليس بشهر رمضان وكأن هذا ليس بشهر الطاعة وكأن هذا ليس بشهر القربة وكأن هذا ليس بالشهر الذي أنزل فيه القرآن وكأن هذا ليس بشهر التي كثرت فيه الفتحات وعز وعتز فيه الإسلام فيقع مثل هذا والعياذ بالله والعياذ الاني وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على أمة من النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وهذه من الفتنة أيضا ولا شك أن الأسباب هي أسباب عديدة نعم عزاك الله خير شيخنا نحن يعني شبه أكمل للمحاور لكن كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء حول تفريط الإنسان في هذه المعاصي ولسيا في هذه الأيام المباركة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها أي عجبا له فلا شك أن في هذا الشهر الكريم يجب على كل رجل ومرأة أن يحرص على هذا الشهر وأن يكثر من الطاعات وأن يشتنب المعاصر والسيئات ما أمكن إلى ذلك سبيلا وأن يجاهد الإنسان نفسه في هذا الشهر الآن أنت في شهر صفدت فيه الشياطين وسلسلت فيه الشياطين وفتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران أي جميع السبول والأسباب المعينة لك على الطاعة وعلى القربة قد توفرت في هذا الشهر فإن وقع تقصير فلم نفسك وإن وقع إهمال فلم نفسك فربما الإنسان دائما يعني يتفكر ويقول ربما لا أدرك الشهر الذي بعده الشهر رمضان القادم وفي سنة القادمة لهذا يحرص على هذا الشهر وأن يكون هذا الشهر هو آخر شهر له في رمضان فيحسن في هذا الشهر يكثر من النوافل يكثر من الرواتب من فلاوة القرآن من الصدقة من البر من الإحسان يتعاهد جيرانه يتعاهد الفقراء تعاهد المساكين يكون مفتاحاً للخير ويكون سباقاً للخير ويكون معينياً على الخير وإن يقول أدال على الخير كفاعلي أدال على الخير كفاعلي ربما أنت ليس لك ما أنت تصدق به تعطيه صدقة لكنك تستطيع أنك تأخذ أو تحظ الناس وتحرض الناس على الصدقة فإن فعلت ذلك فإن لك أجراً عظيمة ونسأل الله عز وجل أن يمنع علينا بجوده وإحسانه إنه جواد كريم اللهم أمين شيخنا الكريم رزاك الله خير ونفع بكم بهذا مشاهدين الكرام نصل لختام هذه الحلقة حتى نلتقي في حلقة قادمة وفي يوم آخر من أيام هذا الشهر المبارك لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالاكاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة